والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله بالنسبة للسائل تاسطيف لسألني فيما يخص ركعتين بعد صلاة الجمعة هل تصلى في المسجد أم تصلى في البيت أقلت لك تصليها في البيت ولكن أنا حب نقول لك وعلاه العلماء أكدوا ونصحوا وقرروا أن ركعتين بعد صلاة الجمعة تصلى في البيت قالوا لكي لا يطعن في الإمام لكي لا يطعن في الإمام لأن صلاة الجمعة ركعتين وانتا غيرت سلمت ونصلي ركعتين لأعلى بعض الضعاف يقولوا وراء وناضي يعود الجمعة ما للإمام هذاكش ما بيه هذا الإمام ما يتوضاش ولا ما يخصش منه جاسة ولا ما قراش منه شفت باش يحافظوا على السمعة على الإمام باش نحافظوا على السمعة على الإمام نصلوا ركعتين في البيت وهذه هي السنة وهذا وش يعلمنا؟ يعلمنا الشريعة الإسلامية كيف حافظت على الإمام الإمام حالة خاصة من عملوش الإمام كساء الناس؟ هذا رجل يأمنا في صلاتنا الصلاتنا الصحابة رضي الله عنهم من جملة الأسباب لبيع بها أبا بكر الصديق من جملة أسباب واش قالوا؟ لقد ارتضاه رسول الله لصلاتنا لديننا كيف لا نرتضاه لدنيانا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس قالوا له يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف ما معنى أسيف؟ يعني قلبه رقيق كثير البكاء هذا هو الأسيف كي يبدأ يصلي يبدأ يبكي غير يوقف بين يدي الله يبدأ يبكي إن أبا بكر رجل أسيف قالوا مأنتن صوائح بات يوسف مروا مروا هكذا مروا أمر مروا أبا بكر فليصلي بالناس فأمروه أن يصلي بالناس كبر النبي عليه الصلاة والسلام خفا يعني انقص المرض والتعب عليه فرح صلى وراء أبي بكر رسول الله يصلي وراء أبي بكر ملأ أبو بكر صديق غير شعر بالنبي عليه الصلاة والسلام رأى مره الدنة قالوا النبي صلي بالناس صلي بالناس لكنه الدنة فدنة النبي عليه الصلاة والسلام وصلى وهو جالس والمسلمون قيام صلوا بصلاته فلما انتهت الصلاة يقول له عليه الصلاة والسلام لحبيبه لأبي بكر الصديق يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس إذ أمرتك شفتوا كين أمر يعني أني وصلكم لوحدة المسألة مهمة ما دبية وجد والقاوس يا لا باش تكتبها قال له يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس إذ أمرتك كين أمر ولا ما كاش كين أمر من رسول الله ولكن أبا بك صديق لما تعلق الأمر بالأدب ما تطبقش الأمر واش قال له ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله وأقره رسول الله على ذلك ولم يقول شيئا ولذلك قال العلماء لما يكون كاين نص وكاين ما قام الأدب يقدم الأدب على النص قالوا قالوا صلي بالناس قالوا ما كان لابن أبي قحفة أن يصلي بين يدي رسول الله دكناتكم متل باش تفهموني انتارك مزوج مع مرتك مع ولادك وتجي يمك ضيفة يمك وباباك يجو الضياف عندك لما يدخلوهما واش يقولوا لك أمر ما تشقيش روحك ما تشقيش روحك بكلها الطيب لا لا ما تحط النهوال يا وليدي هذا أمر ببابك ويمك انت دير بالأمر ولا دير بالأدب تحط لهم القهوة والعشاء ولا ما تحط ولا تخذ قرصك وتقول لا لا يمك قد لم تشقيش روحك شف كيفا يمك تعطيك أمر ما تشقيش روحك ولكن انت تشقي روحك ما تديرش بكلامها يتلاقى بك باباك ولا خالك يقول لهم عمك يقول لك دبا راسك دير لي عشاء ولا وحشيش مقطفها انت تروح دير له حشيش مقطفها هذيك تدير له حاجة أفضل ما تتبعش للأمر الذي صدر إليك لأن المقام مقام أدب مقام أدب فهمت يمك تصيبها في الطريق يفدها قفة تقيلة تقول لا لا يا وليدي أريم لا لا يا وليدي تعمل بكلامها لا لا تنحيلها القفة وترفدها ولقد ترفد يمك ترفدها لما تعلم ما كان هناك أمر وكان مقام أدب سيدنا أبو بكر الصديق قدم الأدب على النص ولذلك هذا الجهل ليستدل يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسيدوني في صلاتكم ولو قال لك رسول الله ما تسيدنيش أنت تسيده لأنه هو سيد المتواضعين وشكت سنة يقول لك سيدوني وشكت سنة يقول لك احتفلوا بالمولد انتاعي وشكت سنة يقول لك أعظموني النبي كان سيد المتواضعين أنت تعظمون أنت سيدون يعني تبجله وتعظمه وتجله فهمتها ما لا رك عرفت وعلاها الشريعة حفظت على مقام الإمام سائلة تقول زوجي هجرني منذ أربعة أشهر يتعشى ويبيت عند أمه وأخواته يغسلن له ثيابه ثيابه ونسي بيته وأطفاله أنا أخذ أطفالي المرضى إلى المستشفى وأحيانا أخذهم ليلا سمع يا ليرك راكد عندي أمك ما ارتكع تد أولادك للمستشفى في الليل أنت باي تشخر وهو يشخر في بيت أمه فهل أعتبر مطلقة لا أطلق ولم يقع يعني حقيقة أنت في مشقة ولكن هجران الزوج لا يدل على الطلق والشريعة الإسلامية جعلت من آداب من آداب تأديب الزوجة الهجران ولكن في البيت مشي خارج البيت داخل الدار يعني إذا المرأة هذه نشزت وركبت رأسها ويدي في حاجة اللي لازم يربيها الزوج انتحها يجوز وش عليه ولكن داخل البيت ما يرقش معها ما يأكوش من اليدها قيس ما تتربى بارك يعني مجرية يجعلها عادة قيس ما تتسقم والعادة العادة العادة للمرأة المأصلة المربية يعني لتربات عند بابها ويمها غير رجلة يحط عينه تتسقم يعني ما يتسناش حتى يجروها ويعيظوها العادة هكذا غير يحط عينه تصيبها تسقمت لأنها تطلب الريضان تاعو لأن هناك بابا في الجنة لا تدخله إلا المرأة المطيعة لزوجها وهذا المرأة هي عينها على هذا الباب عينها على هذا الباب ولذلك تصيبها تخدم في رجلها واتطيعو وتحسن إليه وهكذا إذن الزوج انتأك يبات عندي إماه ويكون عندي إماه ولا نصحته إماه ولا نصحه خواتته وصابها هائلة إماها طيب خواتته يغسل له حويج ونسى مرته ونسى أولاده وانترك تجري بهم في المستشفيات وهما مرضى هذا من العقوق والله هذا من العقوق وهذا من قطع صلة الرحم وش علم الأخوات وش علم الأمهات يجيخوهم عندهم ما ينصحوهش لازم تنصحوه روح المرتك أولادك أنصحوه لأن الرحم معلق بالعرش وأعبك مش تقول وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته